عالمي جديد تحققه مدينة مادابا ينهض بالسياحة الاردنية حيث فازت بلقب المدينة العالمية للحرف اليدوية من خلال فن صناعة الفسيفساء والحرف اليدوية الاخرى التي تعنى بالتراث الاردني وزيرة السياحة والاثار لينا عناب اكدت ان هذا الانجاز يأتي في ظل نهضة سياحية شاملة تشهدها المدينة طبعا هذا الفوز مهم جدا جدا لمدينة مادابا ولا الاردن سوف يضع مادابا على خارطة السياحة ليس فقط السياحة الترفيهية ولكن ايضا الثقافية والفنية فوز مادابا باللقب سيسهم في ترويج المدينة بشكل اكبر وتحقيق فرص عمل اكثر للشباب اهميته هذا سيعطي مجال للجمعيات والحرف اللي يعملون بالحرف الفسيفسية والحرف الاخرى ان يشاركوا في مهرجانات عالمية مجانية من خلال رعاية المجلس العالمي للحرف صناعة الفسيفسة لاقت استحسان ورضا من الوفد المخصص في تقييم المدن من معهد الحرف العالمي الامر الذي مكن مادابا من الفوز هذا اللقب عالمي فاي مدينة عالمية اخرى ممكن احنا نجمعهم مع بعض المجلس الحرف العالمي او هما يتواصلوا مع بعض الفوز يتزامن مع اعلان وزارة السياحة والاثار عن انضمام مدينة مادابا ببرنامج الاردن احلى الذي يشجع تنشيط السياحات الداخلية عامر العجارمى التلفزيون الاردني اشتركوا في القناة